الكلام في الحاجات المعذرة يعني لما تجي امرأة وتقول هو عايزني أبقى زي الست اللي بتشتغل في مسألة جذب الرجالة وهو ده اللي أعايزه لكن انت في الحقيقة لازم تبص المسألة بشكل تاني انت ما تحاوليش بقدر الإمكان تدخلي في المنافسة دي لما يقولك انت وهو فتنسي ان انت امرأة لكن عايشي بالفضل ان ربنا فضلك بيه انت امرأة فضلك طول الوقت محافظة على ده وزي ما هو لازم يبقى رجل لازم يبقى حامليك لازم يسعى عليك ويحميك ويرعاك وكمان يكون فخور بيك ويغير عليك وكمان لازم ببساطة خالص لازم يعبر تعبير غير اللفظ كمان ان هو كمان بيقود البيت ولكن بحكمة كل ده هيخذ الست حاسة مش ان هي بتجري على اخر نفسها عشان تحاول تسد الحاجات اللي بتقع او تلمي اللي موجود خديكي وما فيش مانع على فكرة ان تكون دي جلسة مصارحة نتصرح فيها ان انت محتاجن ان انا اكون امرأة فادعم تكون امرأة وما تخلينيش احس ان المرأة اللي عندي بتستهلك يا رب جعلنا دايما بنساعد بعض ان احنا نبقى على فطرة مولانا سبحانه وتعالى ونبقى على جمال ما ابداعه الله سبحانه وتعالى في خلقنا فكل واحد فينا يكون باب من ابواب التعاون على البر والتقوى التعاون على الجمال والتعاون على الرحمة والتعاون على الخير ونفتح قلوب بعض عشان نشكر نعمة ربنا على الاسرة ونعمة ربنا ان خلى لنا ازواج هذه الازواج من اعظم نعم ربنا ونفضل نقول اللهم ان نحمدك على نعمة الاسرة فهذه نعمة من اجل نعمك يا مولانا فقد رأينا حسن تدبيرك وانت تدبر لنا امر زواجنا وامر حياتنا فعلمنا انك رحيم جميل فاجعلنا يا ربنا على الدوام من اجمل خلقك واجعل جمالنا هذا في حسن اشرتنا يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين اجعلنا دائما ممن يدخلون عليك من باب الجمال يا رب العالمين